اهلا بكم في فيديو جديد معكم اسامة سامي. وفي الفيديو ده عرفك طريقة تغيير الصورة الشخصية على حساب الجيميل. وبطريقة سهلة جدا. وبدون ما يواجهك اي مشكلة. كل اللي عليك تتابع معايا الشرح للنهاية. واعمل لايك للفيديو مش هتخسر اي حاجة خالص. وعلشان تغير الصورة الشخصية لحساب جوجل او حساب الجيميل بتفتح ماتجر جوجل بليه. فبيفتح معاك بالشكل ده بعد كده بيدوس على صورة الحساب. عندك على الشمال. بيبدأ يظهر معاك الحساب بالشكل اللي انت شايفه ده. وده الحساب اللي انت مسجل بيه في ماتجر جوجل بليه. طب لو مش هو ده الحساب بتدوس على السهم الموجودة عندك على الشمال. فبيظهر لك كل الحسابات الموجودة عندك على الموبايل. فبتختار الحساب بتاعك. فانا مسلا اختار الحساب ده. بعد كده برجع مرة تانية بدوس على صورة الحساب. بعد كده بدوس على ادارة حسابك على جوجل. بتلاقيها موجودة عندك تحت الحساب. فدوس الشخصية. بعد كده بروح على قسم المعلومات الاساسية واول اختار معايا اللي هو صورة الملف الشخصي. فبختار الاختيار ده في الاول. بيبدأ يحمل معا زي ما انت شايف كده. فبتظهر لك الصورة اللي انت عطيتها للحساب. فانعط الصورة دي للحساب بتاعي. فعشان غير الصورة بادوس على كلمة تغيير. بتلاقي تحت عندك على اليمين. فبدوس عليها. بتفتح للصفحة اللي انت شايفها دي. ودي بعض الصور جوجل مقترحة لان انا ينفع استخدمها. زي ما انت شايف ممكن استخدم اي صورة منهم. وحطها صورة للحساب بتاعي. بس انا عايز اضيف صورة من عندي تكون موجودة عندي على الموبايل بتاعي على الجهاز بتاعي. فادوس صور من الجهاز. بتلاقي عندك كده فوق على الشمال. بتزهر لك الصفحة دي. بعد كده بتدوس على التصفح او التقاط صورة. بعد كده بختار الملفات. عايز احدد صورة من الملفات. فتفتح معايا الصور الموجودة عندي على الموبايل. فبختار الصورة بتاعتي. فانا اختار الصورة دي. زي ما انت شايف كده جارت احميل صورة. والصورة تحملت معايا وظهرت بالشكل ده. فابدأ ازبطها. بابدأ ازبط الصورة زي ما انت شايف كده. ازبطها اكبرها اصغرها. اغير مكانها بالشكل ده. المهم ازبطها. بعد كده بادوس على كلمتي التالي بعد ما ازبطها. بعد كده بادوس على حفظ كصورة للملف الشخصي. زي ما انت شايف جارة حفظ صورة الملف الشخصي والصورة تحملت معايا. وبس كده ده كان شرح كيفية تغيير الصورة الشخصية على حساب الجميل. لو عندك اي مشكلة واي حاجة عايزنا شرحها اكتبالي تحت في التعليقات مع السلامة.